أكثر من تسعة أشهر قضت من المفاوضات والحوارات ولا يزال الغموض يخيم على المشهد السياسي فحتى الآن لا يزال منصب رئيس الجمهورية ينتظر التوافق الكرد على مرشح تسوية ليكون منطلقا لإكمال بقية الاستحقاقات الدستورية من اتفاق أو توافق ينهي قادة الكتل السياسية اجتماعا في مجلس النوهب اجتماع أريد له حسم جدلية منصب رئاسة الجمهورية والتوجه لتشكيل الحكومة المقبلة لكن استمرار الخلافات دفعت نحو شوط آخر من المباحثات نهاية الأسبوع الحالي مصادر نيابية بيّنت أن الاجتماع بحث جملة من المقترحات تتعلق بالعمل الرقابي ومهام السلطة التشريعية فضلا عن تحديد الأسبوع المقبل بداية لعقد جلسات الفصل التشريعي الجديد فيما ترجح أخرى أن يكون فيه الحاسن لمناصب الرئاسات توزيع الأعضاء الجديد من النواب على اللجان البرلمانية خلفا للمستقيل دام النواب الكتلة الصدرية هو محور آخر ناقشة الكتل السياسية في اجتماعها مع السيد رئيس البرلمان فضلا عن الدعوة لإدراج القوانين المهمة أو المعطلة على جدول أعمال الجلسات المقبلة مراعاة الاستحقاقات الدستورية وانتظار توافق سياسي لحسن مناصب الرئاسات هي أبرز مخرجات هذا الاجتماع للشروع بالجلسة المقبلة لمجلس النواب من داخل الدائرة الإعلامية في البرلمان مصطفى الوش الرابعة اشتركوا في القناة